موسيقى نبدأ بقى في الجزء ده ان شاء الله بعملية التكتشيرينج الفعلي بتاع الطيارة نشيل التكتشير فيور موسيقى نبدأ ايا لو لاحظنا ان اي جزء او اي كوليجون في القيارة ما فهوش يو في دابليو تاك طبعا التاك ده اللي بتلاقوه هنا عمل زي اي زي رقعة الشترانج او رقعة الشترانج طبعا ده مش موجود لان احنا لسه ما عملاش اي توزيع للفيسيز عشان نعمل الموضوع ده هنسلكت بكل الابجيك او من غير ما نسلكت نروح للويزرد طبعا هنا ممكن لو لو شلت علامة الصح دي يبقى انا مش هعمل اليو في لابجيكت اللي مفيش قدامه علامة صح بعد كده هقول له نكست بايد فولت هتلاقي سينجي الماتيريال المود متعلم عليها في الحالة دي لو عمل الماتيريال هيعمل متيريال واحدة لكل الابجيكتات دي والله يا دي مفيدة في حالة لو انت عندك يعني ابجيكت واحد وهتعمل عليه نفس الحاجة لكن احنا في حالتنا يعني هنشتغل على كل واحد بشكل مختلف هشيل السينجي الموت وهعمل نكست طبعا هنا المنم هتلاقي هنا معمول زيرو على فكرة وهنا هتلاقي الف اربعة وعشرين انا هخلي ده الف اربعة وعشرين في الف اربعة وعشرين عشان ناخد ريزيليوشن اعلى الكلر اه تعالوا نروح لصور اللي انا جايبها نروح مثلا ناخد حاجة زي دي او او ممكن دي او اعتقد اللون ده الغمق ده حل تمام ها اصغر بس سينما شوية كده عشان اخد اه مساحة بقدر اخد فيها اللون هقرب الطيارة اللي هي كده اختار حتة مسلا هاخد مسلا الحتة زي اه حتة زي دي تمام ونروح بيها على الجري شوية كده ده الكلر اللي انا نشتغل عليه وده ميزة ان انا نشتغل على طبعا انا ممكن اختار كل القنوات دي او قرات لكن انا هختار الاول الكلر وبعد كده نبدأ نتعامل في بقية من الماتيريال سكشن هقول له فنش واستنى شوية هيعمل الريمابنج بتاع كل الجروبس دي يمكن اكتر واحد ياخد فيه اللي هو البادي واعتقد هياخد فيه او المدخات اللي ورده هو بس ياخد شوية اه وقت وبعد كده هللاقي مطلع لنا اليو في دابليو تاج هنا قدام كل واحد من دول ماتيريال خاصة بيه وطبعا تحت انا بيعمل 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 كده خلص الدنيا كلها وهقول له زي ما احنا شايفين اللون اتغير ولو عملت كنترول ار تمام هلاقي الطيارة خلط اللون المبدئي بتاعها بعد كده اصبط اليو في هروح لأول حاجة اروح لكيور اعتقد دول جوه الطيارة دولة موجودين جوه الطيارة فمتهيق لي مش هيبقى اه مش هيبقى لهم لازم ان احنا نشتغل عليهم فنشتغل على طول على الوينج تمام اعتقد اه هو معمول بشكل كويس عموما اه انت ممكن اه تعمله اه من هنا من ممكن تضغط على بس قبل ما نعمل او قبل ما نجرب ده انا عايز اخزنه عايز اخزنه اخزنه ازاي لو روحت ليه البروجيكشن uz com once ممكن اقوله ож statementred uv لو انا جربت بقى لو رجعت ليه البروجيكشن وجربت اي حاجة من دول ده مثلا او ده او ده او دآ او ده او ده خلاص مش هقدر ارجع تاني اللي كان بالدهالي مش هقدر ارجع اللي كان بالدهالي مرة تانية عشان اقدر ارجع لها اروح壳 comments وقول لو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو رحنا لسلكشن مود وجينا رسمنا كده. تمام بالمنظر ده. هلاقيه عامل على على الجناح من من تحت طبعا في هنا الجزء دوت اعتقد لو انا جيت اعمل على الجزء ده كده هلاقي ان الجزء ده هو الجزء اللي هنا ده. تمام عموما على كل حال مش هنحتاج ان احنا نعمل بشكل كامل زي ما قلت لان احنا هنستخدم لون وهنحط شوية صور على اللون. نروح لالكانوبي هنلاقي الكانوبي متوزع برضو بشكل كويس ديت مع دي طبعا لو انت عايز ترتب بقى المفترض هتاخد دي كده تمام وتاخد دي تحطها هنا طبعا هنضغط على رقم اربعة ونضغط ونسحب دي نحطها هنا كده تمام فنبقى خدنا الجزء ده كله بالمنظر ده وهكذا بقيت الترتيب في طبعا قلت مش محتاج ان احنا نعمل نقعد نعمل عملية دي لان احنا مش محتاجين بشكل يعني بشكل مفصل هروح اللي هي دي مش محتاج لا اصلا كده كده حط لها خامة عادية في السينما فمش هنحتاج هنروح للتيل اللي هو الورا ده اليوزوم يتوزع برضو بشكل كويس اعتقد بين قوي بقى ان لو انا هبص هنا كده هلاقي ان دي اللي هي الجزء دي الجزئية دي اللي هي بتاع دي طبعا اقدر اخد دي احطها هنا وقدر اخد دي احطها هنا وتعمل الترتيب اللي انت عايزه اللي هو الجزء بتاع الساروخ اللي تحت ده برضو متوزع بشكل كويس البادي اه البادي ده اللي هيحتاجه بقى تمام البادي ده هو جسم الطيارة طبعا هنو متوزع بشكل يعني دي كده تعمل معايا فرق الحاجات بقى الصغيرة دي كده تعمل معايا فرق لازم بقى اشبك ده كله البادي طبعا عشان نقعد نعمل ده كله بالايدي بقى ان شاء الله مش هنخلص هروح ليه اه اه واجرب مسلا طبعا هعمل كنترول كنترول زد وعمل كنترول ايه عشان نجيد كل الفيسز نجرب كيوبك تو كيوبك بوكس اه اعتقد بوكس كويس هيقلي بوكس كويس اه يعني كويس الى حد ما كويس جدا الى حد ما البوكس تمام لو قد سلندر سفير بوكس كيوبك تو تمام كيوبك تو لو جينا اخدنا ده كده هلاقي واخد الجزء ده الجزء اللي تحت ولو خدنا ده ده اكيد الجزء اللي فوق ولو خدنا ده اعتقد على ما افتكر قبل الزبط كده ده الجزء ده الجزء الامامي ولو خدنا ده ده الجزء بتاع الكانوبي الجزء بتاع الكانوبي ده ولو خدنا ده ده اكيد الجزء اللي موجود على الشمال احنا عندنا ممكن نشتغل على الطريقة دي وممكن نشتغل على البوكس طبعا كنترول زد واعمل كلير لسليكشن واشتغل على البوكس اعتقد البوكس هيبقى يعني احسن برضو نفس الموضوع نيجي بعد كده اللي هيا التيل برضو نتزبط تمام مفيش مشاكل اجل التيل بيرن كده كده انا هحط لك خمس او ده فكده كده مش مشكلة مش عايزين لها اصلا يو في بقى حاجات انا مش محتاج لها اساسا يو في او كمان مش محتاج لها خامة سهل انها تتحط في السينما بمعنى الكانوبي انا مش محتاج لها اساسا ماتريال تمام مش محتاج لها اصلا اي ماتريال عندي بعد كده التيل بيرن اللي هي الحاجات اللي وردي برضو انا مش محتاج لها ماتريال بالزبط يعني كده الحاجات عندي برضو الوينج اللايتس برضو انا مش محتاج لها اي ماتريال فانا اوتوماتيك مش عايز ان ده اشغل بالي برضو نفس القصة في نعمل في الحاجات اللى جوا جسم الطيارة برضو انا مش محتاج لها اذا انا اشتغل ماتيريال على الوينجز والتيلز والفيول تانك والبادي والتيل نبدأ الشغل بتاعنا في الاول على البادي بتاع الطيارة وعايزين نعمل ري كولر نبدأ بقى نعمل الكولر لو عملنا كنترول ار بس بحيث ان احنا نشوف الدنيا بتاعتنا عامل ازاي هنلاقيها بالشكل دا كده تعالوا بقى نروح لماتيريال هنا هنلاقي الماتيريال بتاعتنا كلها هاخد الماتيريال تاب وانقله لالاتريبيوت بحيث دا يبقى بوضوط هنا بالشكل دا عندي بعد كده البادي لو ضغط على العلامة الالم تمام كده انا بقفل كل ماتيريال اضغط انشط الماتيريال بتاعت البادي بس انا بقى شغال عليه تمام طبعا انا ممكن لو انا هغير في الكولر ممكن اغير في الكولر بتاع كله لكن انا هسيبي الكلام دا لالديفيوجن نروح لالبادي وهروح لالكولر اعتقد الكولر متهيقلي 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 الكولر عايز يتقفل شوية فهعمل هخليه زي ما هو كده وهضغط على البينت مود عشان اروح لعملية البينتنج طبعا عندي زي الفوتوشوب بالزبط حرف الجيم والدال اقدر ان انا اغير فيهم زي ما انا عايز ممكن ارسم هنا ممكن ارسم هنا زي ما يعجبك مبدئيا هروح لكولر تمام ونخلي بالنا ان اللي فاتح لون الكولر هي الاضاءات اللي فاتح لون الكولر هي الاضاءات عشان كده هرجع للسينما فور دي وهروح للايتس دي كلها وهخلي اللايتس دي واخده نيوتريال نيوتريال جري او لون تمام عشان ابقى شايف الوان الطيارة زي زي ما انا هعملها بالزبط تمام طبعا هنا في بس عب اه رندر هعمل مرة تانية او هعمل في بالزبط كده ساعات بيبقى رندر جوه جوه في شوية عيوب تخليت تشك حتى في الخامة في الخامة بتاعتك لكن احنا عملناها في البيكيتشر بيور علشان نتأكد ان الدنيا كلها ماشية تمام مفيش فيها اي مشاكل كده هنشتغل بالخامة بتاعتنا دي كده الكلر بتاعنا مصبوط هرجع لل وارجع وارجع خليني في طبعا اول حاجة عايز اعملها مش عايز اخلي الطيارة شكلها يعني مش عايز اخلي الطيارة شكلها نظيف كده لازم الطيارة تكون فيها شوية اه يعني اه درت مش درت طبعا من الشمس ممكن تكون الطيارة دي فيها طبعا اللون بتاعها مش هيبقى بالمنظر ده كده لا لازم يكون في شوية تشبيح من الشمس طب التشبيح ده نعمله فين مش في لازم نحط تانية للماتيريال هعمل وقل له تكيتشار تشانلز قبل ما اعمل تكيتشار تشانلز هروح لإدت وهتأكد ان تيل او طايل يو وطايل في اللي اتنين مقفولين وإلا هيعمل لي شوية مشاكل تمام انا في غدا عنها هيعمل لي طايل انجليه الخامة الناحية التانية وانا مش عايز الموضوع ده تمام ده الشكل بتاعنا كده هنروح لعمل راية كليكة على البادي ونروح لتكيتشار ونحط الاسبيكولر كالر انا خلي الاسبيكولر فاتح شوية كده برضو الويتس الف اربعة وعشرين في الف اربعة وعشرين تمام مفيش اي مشاكل كالر نعمل اوكي طبعا لما ده نزل بوصل عملنا رندر تمام او نخليها شفت ار كالر علشان مش عايزين نشوف الحاجة شكل وحش تمام هنلاقيها بالمنظر فيه الاسبيكولر بالشكل طبعا انا عايز اعمل الكلام ده كله على الحتة اللي فيها اضاءات بالمنظر نقفل دوت ونروح للسبيكولر هعمل رايت كليك واقول له نيو لير عشان كاريت لير جديدة لو فتحت البودي هلاقي اللير بتاعتي بالشكل او بالمنظر طبعا لما تشوف علامة الالم متنشاط تعرف انت شغال على القناة دي لما تشوف علامة الالم مطفية كده تكلر ملوش اي دعوة بالموضوع العلامة دي لو ضغطت عليها يبقى انا هشتغل على قناتين يعني كده بالمنظر ده انا شغال على قناة واحدة لكن لو ضغطت على ده هبقى اشغال على قناتين طيب هاجي ليه البينت براش واروح لبراشز طبعا نقدر ان انا افتح عندي هنا براشز كتير جدا تمام انا هحتاج منها وليكن التشوك التشوك في عندي حاجة مهمة جدا لو انا مسكت التشوك دي تمام وجيت جيت هنا جيت في حاجة اهم من ده كمان في الاسبيكلر الاسبيكلر دي طبعا الكالر بتاعها كده انا ممكن عايز اخلي الكالر بتاعها كده عايز اخليه جري شوية لان انا هعمل الكالر بتاعه هنا زي لابيض فانا عايز ده يبقى جري هروح ل اه سلكت اه بحيث سلكت كل ال اللير وهروح ل البنت باكت انزل تحت كده طبعا وكده كده اخد اللون خلاص واضغط هنا يحطي اللون اللي انا عايزه اروح لسلكت تاني واقول له دي سلكت قول بالشكل ارجع على اللير بتاعتي واروح للتشوك زي ما قلنا اتأكد ان انا على البنت موجود عشان باين الخاص بتاعتها البرشور بص كده لو انا جيت هنا مثلا جيت هنا كده وروح اعمل كده تمام اضغط هنا واتأكد ان انا على اللير الجديدة وارسل كده هروح على دي لو انا زودت البرشور ولو انا زودت السايز وهروح لكالر اختار مسلا لون ولي اكون فاتح شوية هاجي هنا واعمل كده شفت عملت ازاي لو انا عملت حتى شفت ار هلاقيه وحشة جدا تمام زي ما نشايفين منظرها مش حلو بالمرة مش حلو خالص بالمرة ان شايفين اللون لا بيض شكله وحش كده يبقى لو انا عملت لازم اقلل ده اللي هو التركيز بتاع اللون بالشكل ده اقدر ارسم براحتي اعمل اصغر شوية واجه هنا تمام وهرسم على الطيارة كلها تمام اللي انا عايزه طبعا بالشكل ده كده واجه هنا طبعا ما نساش ان انا بقى مختار بتاعي ازون واجه هنا ارسم بالمنظر ده ما ما تزودش قوي تمام انت بس عايز اا اا يعني مجرد تشبيحات بس على الجسم بتاع الطيارة يبين بس اثر الشمس او اثر الجو على اللون بتاع الطيارة طبعا كده طبعا كده برسم تحت لو انا طلعت كده كده هرسم فوق طبعا الرسم كله عشوائي طبعا لو انا عملت بقى شفت مع ار بالضبط هو ده اللي انا عايزه التدريجات دي هي دي اللي انا بتكلم عليها اللي هي ما تبقاش الطيارة نظيفة او ما تبقاش كلها واخدة نفس كلها واخدة نفس الدرجة طبعا انا عايز اعمل كده ومسلا واجبها بلقطة كده مثلا بس علشان ناخد شفت ار بالمناسبة في مرحلة هتعمل سبعة تلاف مرة عشان كل مرة تشوف نتيكتك عاملة زي شفت انتو التشبيحات دي بقى دي اللي انا عايزها اللي هي بدي تلزي الصغيرة اللي بتو شايفينها دي كده بتدي ريالتي حلو جدا طبعا هنا انا محتاج شوية كمان هاجي هنا كده او اريح دماغي وبدل ما ارسم هنا هرسم هنا طبعا لأ ده في هنا شوية كويسين اه 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 اعجز فين تاني اه ام ممكن احتاج هنا شوية ام ممكن لحبة تمام? اعتقد عند الجزء اللي قدام ده محتاج. اه ممكن الجزء ده برضو. ممكن الناحية التانية. يعني بتحاول انك انت تشوف ممكن الكلام ده يبقى قوي قوي فين. لو عملت شفت اقار تاني. اكتر من اكتر من تست لا اكتر من زاوية. كده خلصنا من الاسبيكيلر او من رسم البيتيل زي ما قلنا بتاعت الشمس او قصر الجو على الطيارة نفسها نتأكد كده من الدنيا بتاعتنا مزبوطة ولا مش مزبوطة كده كده طب ده بالنسبة ليه الماتيريال او الجزء بتاع السبيكيلر بعد كده عايزين نخش شوية على بدل السبيكيلر عايزين نخش على الديرت اللي هو انا يعني عايز الطيارة بقى يكون الحتة اللي هي قريبة اللي فين حين قد دي يكون فيها زي نقول عليه الديرت مش عايز اقول ما بحبش اقول الكلمة بالعربي بصراحة فهي خليها ديرت عشان نعمل الديرت ده لازم ادخل لتشانل تانية اللي هي الديفيوجن تشانل هعمل رايت كليك تكتشاف واقول له ديفيوجن نفس الموضوع ومعين له اوكي كده دي الديفيوز تشانل او الديفيوجن تشانل هعمل رايت كليك واقول له بس خلينا نكمل ونشوف الظروفة تمشي ازاي هاجي بعد كده ليه اليو في ما بك بلاش اليو في طب ارجع معلش ليه لسبيكولر مرة تانية انا هنا حطيت ناقش باللون ممكن في الديفيوجن بقى تمام نحط حاجة تانية لو روحنا للاتريبيوت وروحنا للبينت موت وواحد كده روحنا ليه واخدنا بعد كده برضو يبقى قليل خلي بالك الديفيوجن بالذات ممكن يبهدل الدنيا فخلي قليل هروح بعد كده تكتشار بينت وهعمل لود تكتشار او لود فروم ديسك هضغط على لود فروم ديسك اعتقد ان انا كنت تخاطط بعض الخامات هنا بالضبط ممكن اخد اي حاجة طبعا ممكن نجيب من موقع او ممكن ان احنا نروح البروجيكت الاساسي اعتقد ده بالضبط كده في عندي شوية تكتشار ممكن نعمل منها الديفيوجن لو احنا مثلا خدنا اه تكتشار زي دي المتال بار هاجي هنا عندي في عندي ممكن ان انا لو نزلت تحت شوية وجيت علمت على ممكن اكبر بتاع حبة او اصغره بحيث ان انا اخد اكتر تمام فانا هخلي اقل شوية واجي هنا على الحتة اللي هيبقى فيها اا ديفيوجن او هيبقى فيها شوية ديرت ممكن اجي اا هنا كده ورسل كده ممكن عند الحتة بتاع الجناح دي لو انا عملت عشان نشوف بس شكلها اعلم اعتقد ما ظهرتش قوي متهيئ لي لان اولا مش كبير فهنزود شوية ازوده شوية تمام غير كده في لاير انا عايز النود يبقى مالتي بلاي بحيث ان لها تبان اسف معلش التليفون فصلنا نرجع تكمل تاني لو عملنا كده شفت ار نشوف هل في تغيير بعد ما عملنا المود مالتي بلاي ولا ما فيش هنلاقي فعلا في تغيير زي ما احنا شايفين الحتة دي لكن مش ظهر قوي مش باينة قوي ممكن انا اروح ازود البرشر سنة تمام ازود البرشر واروح تاني اعمل كده هلاقي بقى المرة دي بدأت تظهر ممكن انهانس اشيلها وافع عليها تاني ممكن اجي هنا برضو نفس 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 القصة نفس الموضوع هاجي برضو عند الكانوبي من تحت من هنا كده بس طبعا هصغر الفرشة بتاعي حبة واجي هنا وعمل تمام بالمنظر ده كده اعتقد برضو من هنا نفس نفس الموضوع برضو هنا ممكن شوية طبعا انت بتكتهد بتدور بقى على المناطق اللي ممكن انك انت تعمل فيها حاجة زي زي دي ممكن هنا شوية يمكن اللي عملنا شي في طقار نحاول ان احنا نشوف هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفين ده تمام نحاول من زاوية تانية لان احتمال ان احنا نغير في الاعدادات شوية شفتها ار تاني طبعا يا مظبوطة بس جات تقيلة هي مظبوطة بس جات تقيلة شوية زي ما احنا شايفين جات تقيلة اه حبيتين طبعا غير غير ان الموت اساسا اه مالتي بلاي هاشيل دي نيجي لل للليار نفسها ونحل البس الوباس تي بتاعتها شوية ونعمل شفتها ار تاني بالضبط اللي انا عايز اوصله الدرجة كده معقولة جدا وكويسة جدا مش مكات مش مبالغ فيها زي الاول تمام وزي ما احنا شايفين كده الدنيا مش كلين مش نضيفة قوي تمام علشان كده الدنيا مظبوطة وتمام ما فيش اي مشاكل خالص نقفل وان شاء الله في الجزء اللي جاي نتكلم على بقية الخامة بتاعت البطل اشتركوا في القناة